سعاد صباحكم من جديد وصباح الخير لكل المنضمين وإيانا في هذه الأوقات لمشوارنا الصباحي في برنامج صباح الخير وصباح الخير لكل الناس اللي بتابعنا سواء من الشاشة المحلية أو الشاشة الإلكترونية من خارج الوطن حديثنا الحالي عن النقلات النوعية والتطور الدائم لدى قطاعنا الصحي الفلسطيني وتحديدا عندما نتحدث عن المستشفى الجامعي مستشفى جامعة النجاح الوطنية والذي يقدم خلال أيام قليلة قادمة إن شاء الله على افتتاح المركز الجامعي لجراحة الكلا والمسالك البولية هذا المركز وهذا الافتتاح الذي سيشكل ممكن بصمة في مستشفى الجامعة وبالتالي عن فكرة هذا المركز وهما يميزه وما هو أهميته بالنسبة للمريض الفلسطيني وهذا هو الأهم بالتأكيد هذه التفاصيل حاضرة وإيانا مع أخصائي جراحة الكلا والمسالك البولية دكتور فارس أو شمال يسعدنا وجود اليوم معنا يسعد صباحك دكتور صباح الخير وشكرا جزيلا على صدافة في تلفزيون الفجر شكرا جزيلا نحن ممكن من أوائل الناس اللي عم بنبارك لكم بهذا الافتتاح فألف مبارك بداية لأنه لسه الافتتاح ما صار لكن بداية نحن سعيدين وفخورين بهذا الانجاز دكتور فارس إذا ما تحدثنا عن الفكرة والسبب أو الدافع ممكن لانطلقته حسب رؤيتكم في موضوع افتتاح المركز الجامعي لجراحة الكلة صحيحة أول حكرة شكرا جزيلا الفكرة الرئيسية هو الافتتاح لمركز الجامعي لجراحة الكلة والمسالك البولية اللي سيكون يوم الاثنين القادم الساعة والواحدة والنصف مستشفى النجاح الجامعي أخذ على عاطقه في الفترة الأخيرة إنشاء مراكز متخصصة ومتنوعة في الأخسام المختلفة وممكن يأتي السؤال المهم هنا ما هو الفرق بين الخدمة المقدمة كقسم لجراحة الكلة والمسالك البولية أو كمركز متكامل لجراحة الكلة والمسالك البولية ومن هنا نشأت الفكرة أسوة بالمراكز الأخرى الموجودة سواء كان في المحيط أو في المراكز العالمية هو وجود مركز كامل أكاديمي ومهني وبحثي يقدم الخدمة المتكاملة في جراحة الكلة والمسالك البولية والتناسرية والعقم للمواطن الفلسطيني تحت سقف واحد المريض يستطيع على المستشفى يأخذ الخدمة كاملة من ناحية التشخيص والعلاج وهذا يسهل على المريض الحصول على الخدمة ويقلل من تعب المريض في التحويل للخارج أو في البحث في أماكن أخرى عن العلاج والهدف الثاني أو الرئيسي هو إنشاء مركز بحثي وأكاديمي بحيث أن يصدر عن هذا المركز في السنوات السابقة عدد معين من الأبحاث السنوية التي تساهم بشكل رئيسي في الارتقاء في مستوى الخدمة الصحية والبحث العلمي في المستشفى وفي البلد بشكل عام رائع جميل جدا دكتور عندما تتحدث عن فكرة مركز ومثلما تفضلت وقلت كفرق ما بين القسم والمركز وبالتالي هذا يتطلب نوعية وتجهيزات وكفاءات وخبرات قادرة على إدارة هذا المركز بنجاح وعندما نتحدث عن مستشفى النجاح فإذن الموضوع مبتوط فيه وبالتالي كيف هي استدادتكم من ناحية تجهيز هذا المركز بالكفاءات والخبرات التي ستكون موجودة فيه هذا السؤال كثير كويس نحن نحن نخبيه اليوم التنين بس الشغلة الرئيسية أنا أخبرها دائما المركز تكون من ثلاث أشياء رئيسية الشغلة الأولى هي التجهيزات الطبية والمعدة الطبية أو المستزمات الطبية ونحن على مدار سنتين كاملتين قمنا بتجهيز المركز بأحدث الأجهزة الطبية في الجراحات المختلفة سواء كان جراحة المنظار المنظار البطني أو المنظار المرن أو المنظار الثقبي أو من طريقة أجهزة الليزر المختلفة المناظير المختلفة فإحنا قمنا خلال السنتين الماضين بشراء معظم الأشياء الأحدث على مستوى العالم لننافس فيها المناطق المحيطة وننافس فيها المؤسسات الكبيرة الخارجية العنصر الثاني والي هو مهم هو العنصر البشري أو الكادر البشري ونحن لدينا أسواء كان من أطباء ممرضين دعم نفسي طاقم طبي متكامل حاصل على تخصصات مختلفة من أماكن مختلفة من العالم عنده تخصصات فرعية قادرة على تقديم الخدمة الطبية المميزة والشغلة الثالثة واللي هي مهمة واللي هو الدعم الإداري أو الدعم اللوجستي واللي يتم تحقيقه في مستشفى الجامعة والجامعة بحيث أنه إحنا أسواء كان الدعم المادي أو اللوجستي أو المعنوي موجود من المستشفى نفسه أو من جامعة النجاح الوطني بحيث أنه نقدر نحقق الهدف المهني والهدف الأكاديمي من موجود مركز متخصص في الضفة الغربية كل الاحترام كل الاحترام دكتور فيما يتعلق بموضوع المباشرة في العمل في المركز فعليا هل هو خلال الأسبوع القادم مع الافتتاح؟ عشان أوضح الأمور تكون كثير واضحة هو إحنا موقفنا ولا يوم عمل هو إحنا العمل متواصل سواء كان في العيادات الخارجية أو في العمليات الجراحية إحنا منعمل تقريبا يوميا عمليات جراحية في مستشفى النجاح الجامع بما يتعلق بجراحة الكلام والمسالك البولية ومنستقبل سواء كان المرضى الخاصين أو التحويلات أو المرضى التأمينات لكن ما يميز يوم الاثنين أو الافتتاح للمركز هو إحنا وصلنا لمرحلة حققنا خلينا نقول كل الأشياء المطلوبة التي نحققها عشان ننطلق ونقول أننا لدينا مركز متكامل سواء كان من الكادر الطبي أو كان من المستزمات الطبية أو حتى من الأوراق الطبية أو تجهيزات الطبية بحيث أن المركز تبعنا بطابق المعايير الموجودة في مراكز مختلفة وواحد من الأهداف الرئيسية في المركز أنه يكون كمان في تعاون أو خلينا نقول توأمة مع مراكز كبيرة موجودة في المحيط أو موجودة في الخارج زي بريطانيا وأمريكا جميل بحيث أنه نتأكد أن المواطن تبعنا يأخذ الخدمة الطبية الموازية للخدمة الطبية المقدمة في هذه المراكز لو كان مريضهم في هذه المراكز وهذا كثير واضح أننا لدينا اتصارات متواصلة واستشارات متواصلة لهذه المراكز في بعض الحالات المعينة قبل اتخاذ القرار الطبي وهذا ما يسمى بالمواطن للحصول على الخدمة الأقرب إلى المواصفات العالمية والصحيحة نعم إذا نتحدث عن مزايا إضافية ستكون حاضرة بداءا من يوم الاثنين لكل مريض أو بكل زائر لهذا المركز من خلال تلقي الخدمات بالنسبة إلى فيما يتعلق بموضوع تطوير الخدمات النوعية على مستوى مستشفى الجامع بصراحة وجود أو إطلاق هذا المركز وافتتاحه كم سيصب في عملية تطوير الخدمات الطبية لمستشفى الجامعة ويصبه ممكن إلى خطوات جدا رائعة ومتميزة على المستوى العام للمشفى صحيح ونحكي عن قسمين رئيسيين نحن نحكي عن الحاضر وعن المستقبل الحاضر حاليا نحن نقدم خدمات متنوعة ومختلفة ما يتعلق في المناظر المؤقدة للكلا أو في المناظر البطنية وعلى جراحة أورام المسارك البولية بالأضافة للتناسلية والعقوم والسلسل البولية ما نصب إليه أو ما نطبح إليه في الفترة القادمة أو في السنوات القادمة هو إدخال الجراحات اللي مش موجودة في فلسطين كجراحة الروبوت المؤقد اللي هو في بلاد عربية كثير مجاورة لأنها صارت بتحصل عليها كالأردن مثلا أو في الخليج العربي وهذا الأمل اللي نطمح له في خمسة سنين القادمة أن يكون في عنا جراحة الروبوت أو المنظار اللي نحكي الآلي بحيث أن نحن نقدر نواكب الجراحات المتخصصة المختلفة الموجودة على مستوى العالم كل الاحترام نتمنى لكم كل التوفيق دكتور فارس أبو شمأ خصائي جراحة الكلة والمسالك البولية على جهودكم الدؤوبة في مستشفى الجامعة لتطوير الخدمات الطبية وتقديمها بالنوعية الأفضل والأمثل للمواطن الفلسطيني فكل الاحترام وكل التوفيق إن شاء الله شكرا لك شكرا على الاستضافة كما مرم كل الاحترام كنا وإياكم بالنقلات النوعية وبتطور في القطاع الصحي الطبي لمستشفى الجامعة المستشفى الذي نفخر فيه بنوعية الخدمات المقدمة وبالتنوع كمان الموجود في الخدمات الطبية وبالتالي إن شاء الله يوم الاثنين القادم سيكون هناك افتتاح لمركز الجامعي لشراحة الكلة والمسالك البولية اللي متل ما تفضل ضيفنا والدكتور فارس بكل المزايا الإضافية اللي رح تكون حاضرة وإياها بالإضافة إلى هو سيمثل مركز للأبحاث أيضا الطبية المختصة في هذا المجال أحنا مكملين وإياكم ومتواصلين والمزيد من الفقرات حاضروا وإيانا بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر